اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة انا من الناس المؤمنين جدا ان ما فيش اي حد في الدنيا هيحبك قد امك الام قيمة عظيمة جدا الام اكتر حاجة تقلمها هو ابنها او بنتها وكلمة الضنى غالب صحيح مش هتتقال بصدق غير لما تيجي على لسان الام حلقة النهاردة مختلفة شوية لانه القضية والاحداث اللي انا هحكيها لحضراتكم غريبة وما تدخلش عقل نهائي في مدرسة ابتدائية موجودة في مدينة عمان في الاردن المدرسة الابتدائية دي يوم صبح لقوا طفل عنده سبع سنين جنب صور المدرسة الطفل كان بيعيط ومنهار وحالته الصحية غريبة شوية لقوا على البنطلون بتاعه اثار دمه انه بيتقلمه الطفل في حالة فزع شديد جدا اخدوا الطفل ده ودخلوا به المدرسة وراحوا لمديرة المدرسة على طول حصل انه تجمهر كبير جدا من المدرسين والكل مستغرب بدأوا يكشفوا على مصدر المشكلة اللي حصلها عند الطفل فلقوا المشكلة موجودة في العضو الزكري للطفل طلبهم الشرطة وطلبهم الاسعاف وطلعوا بالولد على المستشفى اثناء التحقيقات اللي استمرت وكان الموضوع يعني غريب شوية لانه العضو الزكري للطفل اتقطع بشفرة موس عن عمد بدأ ام يسأله الطفل مين عمل فيه كده الطفل كان منهار انهيار كبير جدا بعتم لاولياء الامور للطفل جاء ابوه وجدت امه يسأله الاب قال انا معرفش اخر حاجة اعرفها انه ام الطفل نزلت بيه من البيت علشان توصله للمدرسة والطفل ده لقوه موجود جنب صور المدرسة فبدأوا يسأله الام قالت انا معرفش انا وصلته لغاية باب المدرسة وسبته الطفل بعد يعني ما نفسيا استقر شوية وبعدين بدأ يهدى شوية بدأوا يتكلموا معه بهدوء وسألوه مين عمل فيه كده وكانت المفاجأة اللي ما يتحملهاش قلب انسان انه اللي عمل في الطفل ده كده هي الست والدته امه ام الطفل ده هي اللي خرجت بيه من البيت ووصلت بيه لغاية المدرسة وفي مكان هادي جنب صور المدرسة وقطعت بشفرة موس العدو الزكري لابنها طبعا من بعد اعتراف الطفل على امه اخدوا الست دي على جنب وقالوا لها بقى ده الموضوع بقى مش سهل الموضوع كبير اعودي بقى كده ويحكي لنا ايه اللي انت عملتيه في الطفل طبعا الست من بعد اعتراف الطفل انهارت ودخلت في حالة يعني وقالت ايوة انا اللي عملت كده وانا هقول لكم انا عملت كده ليه ليه يا ست هانم ليه يا ام ليه يا مثال الرحمة والشفقة والعطاء ده احنا اتورسنا من اهالينا ومن جدودنا انه مفيش اي حد في العالم يتمنى انك تبقى احسن منه غير امك يعني الام او الانسانة متحبش اختها تبقى احسن منها متحبش قريبها يبقى احسن منها متحبش جرتها تبقى احسن منها كذلك الراجل ولكن الكائن الوحيد اللي الانسان يحبه يكون انجح منه واحسن منه واعلى منه هو الابن ايه اللي حصل قالت اصل ابوه فاجئني من فترة انه عايز يتجوز علي عايز يسيبني ويروح يتجوز واحدة تانية فانا فكرت وقلت لازم اوجعه وانتقم لكرامتي منه وما لقيتش اعز ولا احب للراجل ده من ابنه فقلت لازم اوجعه واقلمه وانتقم منه في ابنه قعدت افكر كتير اعمل ايه فيه ازاي اسبب للطفل ده مشكلة تكسر الاب وتخليه يتليه عن فكرة انه يروح يتجوز واحدة تانية فجات الفكرة ان انا لبست الولد في اليوم ده الصبح وانا الشيطان عمالي يلعب في دماغي نزلت بيه من البيت وانا بفكر اعمل في الولد ايه افاجئ الراجل ده ازاي اوجعه ازاي اخدت الطفل ده اللي هو ابنها اللي هو جزء منها انا مش عارف ازاي يعني انا لما بشوف طفل صغير عنده سنتين تلاتة ولا اربعة ولا حتى عشر سنين وبشوف حد زي البغل كده بيمد ايده عليه او بيوجعه او بيقلمه والطفل منهار او بيتقلم انا بنهار من جواي انا ما بتحملش المنظر ده لانه الطفل عاجز مسكين ما بيقدرش يواجه القوة بالقوة فبيبكي من قلمه اخدت الطفل وراحت جنبسور المدرسة وقلعت الطفل ده بانطلونه وقطعت له العضو الزكري وثابته والله العظيم انا مش عارف بانهي قلب يعني وانا بقرأ سطور القضية دي انا مش عارف ده حصل ازاي يعني مش فاهم مش مستوعب وثابت ابنها بينزف بينزف من المكان ده ليه يا ست بنتقم ليه يا ست حسيت ان انا كرامتي انجرحت ليه يا حجة من عايز الراجل ده يتوجع زي ما انا اتوجعت ثابت ابنها فلزت كبدها عينيها اللي ماشي على الارض ثابته يا حبيبي جنب السور في الحالة دي ومشيت الولاد او حد معدي شاف الولد في الحالة دي فبلغوا المدرسة وجات مديرة المدرسة والدنيا تقلبت وجي المدرسين وودوه واستكملت التحقيقات لغاية ما كشفت عن الفاجعة اللي من العيار التقيل اللي انا مش متخيلة طب يا ست انا مش بشجع على الجريمة ولا ان انا مع ان حدي ينتقم من حد انتو الاثنين زوجين ده مشروع الجواز ده هقولها للمرة المليون لاخوات السيدات وحتى لاخوات الرجالة يا جماعة ده مشروع انتو الاثنين بتتجمعوا بعقد فيه بنود عقد شراكة بيقول انه بتجتمعوا انتو الاثنين كل واحد فيكم ليه دور نحية التاني زي اتنين فتحوا مصنع واحد برأس المال واحد بالادارة لما فيه طرفين واحد فيهم يخل بيه بنود العقد ده فبيكون من حق التاني انه يتخارج بهدوق اتنين راجل وست متجوزين انت يا حاجة مش مرتاحة مع الراجل ده قولي له انا عايز انفصل العقد ده انا مش هكمل فيه الشركة دي ما بقتش مريحاني وانت كذلك الست دي مش مريحاك ومش مبسوط معاها بدل من انتو الاثنين توصلوا لمرحلة الجريمة او الانتقام او الازى او الفضايح دي كلها لو سمحتي انا عايز انفصل وعايز اعيش لوحدي طلباتك ايه وانتي اقولينه طلباتك ايه وتخارجه بهدوق تسريحهم باحسان تسريحهم بمعروف اهدوا شوية مالكم وازع الانتقام اتمكن منكم ليه الدنيا ابسط من كده كلنا هنسبها وهنمشي انتي حصل مشكلة ما بينك وما بين الراجل ده اتعاملي معاه هو لكن تقولي هوجعك في طفلك يا جماعة باي زنب انقتلت يعني الطفلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا واذا الموقودة تسقلت باي زنب انقتلت هي زنبها ايه الطفل ده اللي انتي وجعتيه وجرحتيه هو ماله الراجل ده شاف واحدة تانية عجباه ومقلوزة ومكلبزة وإحنينا وبتسبله عايزها ما يتحرق ما يولع عجبك عيش معاه مش عجبك قولي له انا اسفة مش هكمل معاك لكن زنب المسكين ده ايه الست اتحولت لمحاكمة عاجلة وتم الحكم عليها بالسجن وقضت فترة السجن الحادثة دي حصلت في التسعينات في عمان في الاردن وقتها الملك حسين الله يرحمه لما تدولت الصحف القضية دي امر ان الطفل ده يسافر فورا الى انجلترا وتم علاج الطفل ده واكيد دلوقتي اصبح شاب ولكن لما اريد بالصدفة تفاصيل القضية دي قلت لازم جرس الانذار يريني تاني ولازم العبرة ولازم الدرس ولازم التذكرة لكل اخواتي السيدات ولكل اخواني الرجالة علشان يفوقوا ويقدروا قيمة اطفالنا اطفالنا ملهاش اي زنب العيالة اللي بيطلعوا ملهومش اي زنب انت غبي هي غبية انت مش مرتاح هي بصة لواحد تاني انت بصص لواحدة تانية الاطفال ملهومش زنب الاطفال ملهومش زنب ارحموهم ورفقا بالظهور اللي لسه بتتفتح على الارض اللي احيانا كتير جدا والله بتبقى خسارة في جتتكم اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة